افتتح سيادة المطران خريستوفوروس معرض الايقونات والكتب الروحية والمستلزمات الكنسية الاول لمدارس الاحد وذلك في كتدرائية البشارة العبدالي بحضور عددا من كهنة الرعية واهالي الاطفال المشاركين وبعد ان القيت الكلمات الترحيبية شكر سيادته المدرسين والمدرسات القائمين على المعرض كما وجه الاهالي على تجيء ابنائهم لعمل رسومات كنسية ليكونوا متخصصين مستقبلا في رسم الايقونات واللوحات التشكيلية الكنسية وخلال الحفل استعرض الاولاد المشاركون قصتهم وعزفوا موسيقى نشيد عذراء يا ام الاله ثم قدموا مسرحية قصيرة عن التوبة والاعتراف وختموها بصلاة خاصة